أكثر من مائة وثلاثين بنايتان حكومية وأهلية في الناصرية آيلة للسقوط تم تشخيصها من قبل الدفاع المدني نظرا لانقضاء عمرها الافتراضي ما دعا مواطنين إلى مطالبة الجهات المعنية بضرورة إخلائها على وجه السرعة خوفا من وقوع كارثة إنسانية بالنسبة لبنايات الآيلة للسقوط قطاع حكومي وقطاع خاص بلغ العدد 133 ما يخص محافظة الذقار أقضية ونواحي واجبات مدينة الدفاع المدني هي تحديد هذه البنايات وفق استمارة معدل هذا الغرض ما يخص الأبنية الآيلة للسقوط المحافظة الذقار هذه الأبنية بسنتر محافظة الذقار إذا انهارت أي بناية ستسبب كارثة بمركز المدينة نتمنى من الجهات المعنية المختصة أن تزيل أو تخلي هذه البنايات واتخاذ الإجراءات بأسرع وقت لأن إذا حلت الكارثة بالمحافظة ستسبب أنها أضرار بشرية الحكومة المحلية بدورها بيانت صعوبة إعادة تأهيل البنايات القديمة بسبب غياب التخصيصات المالية لهذا القطاع فضلا عن عدم توفر بدائلة لنقل هذه البنايات أغلب بنايات المحافظة هي بنايات قديمة في سنين سابقة كانت لذلك أغلب بناياتنا آية للسقوط ولكن نتيجة الترميم إضافة بعض الأجنحة استطعنا أن نستمر بهذه الدوار البنايات حقيقة نواجه صعوبة بينه إدراج البنايات باعتبار أنه الوزارة التخطيط توجب علينا استهداف خمس قطاعات ليس من ضمنها الإنشاء لذلك نحن خلال ثلاث خطط تقريبا من الواحد وعشرين 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 لم ندرج أي بناي لأنه حقيقة ترفض من قبل وزارة التخطيط هذا وانتقد مواطنون عدم وجود خطط حكومية للتعامل مع البنايات الآية للسقوط لا سيما أنها اليوم تنذر بحدوث كوارثة إنسانية من نقار سعد الركابي قناة الفلوجة